السؤال وردنا من أخينا أبي فهد وهو من متابعين الأعزاء من فئة الصم يسأل عن شخص أصيب بفيروس كورونا لكنه تساهل في الإجراءات الاحترازية و في لبس الكمامات و كذلك في عزل نفسه فاختلط بمجموعة من الناس هؤلاء المجموعة أصيب بأنهم أشخاص بهذا الفيروس و أحدهم توفيه هو سؤاله هل يلحق هذا الشخص إثم في هذا الموضوع و هل يعتبر موت هذا الشخص بسبب فيروس كورونا هل يدخله و يلحقه شيء من قتل شبه العمد أو الخطأ و غير ذلك الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أفضل الأنبياء و المرسلين أما بعد فإن عدم تمسك الإنسان المريض بالإجراءات الاحترازية و عدم ترك مخالطة الخلق من الأمور المحرمة شرعا لأن الله تعالى قال و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و إثما مبينا و قال سبحانه و لا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين و من تعمد ذلك فلا شك أنه ظالم و أنه مستحق للعقوبة الشديدة في الدنيا و الآخرة و كذلك من أهمل فإنه آثم مذنب بهذا الفعل و من هنا عليه أن يتفادى آثار هذا الفعل أولا بترك مخالفة الإجراءات الاحترازية في التعامل مع الناس و بحيث يتركوا الاختلاط بهم و هكذا عليه ثانيا أن يتوب إلى الله مما حصل منه سابقا فإن هذه المخالطة سواء علم بانتقال العدوى أو لم يعلم أمر محرم حتى لو قدر أن الإنسان المريض خالط الناس و لم يصب منهم أحد يكون بذلك قد عصى الله و من ثم عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا من ذلك الفعل و عليه ثالثا أن يحسن إلى أولئك الذين أساء إليهم فهؤلاء الذين انتقل المرض إليهم قد أخطأ هذا المريض في حقهم و بالتالي عليه أن يحسن إليهم فإن الله تعالى قال إن الحسنات يذهبنا السيئات و من ثم يحسن إليهم بالدعاء لهم بالقيام معهم بالسعي في معالجتهم بتفقد أحوالهم تفقد أحوال ورثتهم و نحو ذلك لعل الله جل وعلا أن يمسح عنه ذلك الذنب العظيم الذي أقدم عليه أما بالنسبة للحكم على ذلك الموت الناتج عن انتقال العدوى بهذا المرض هل يعد من قبيل قتل الخطأ أو قتل شبه العمد أو نحو ذلك فهذا مرجعه إلى الجهات القضائية لأنه يترتب عليه أحكام من جهة الدية و من جهة القصاص و نحو ذلك و من ثم لا يفصل في مثل هذه الأمور إلا القضاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر